في عالم الثراء يسود التخطط الذكي لبناء أفضل مستقبل بمشاريع واستثمارات قد يذهب بها معظمهم لصناعة المال من المال ولا يمكن أن تكون هذه الأمبرغيني مجرد سيارة فارهة بل هي سيدة الرفاهية والمتعة لكن هذا الصيني الثري خرج عن السرب فأراد أن تكون اللامبلا حاضرة بمعية سيارته ربما لأنه أراد أن يكون لسيخ اللحم هذا الشأن الأكبر على مستوى العالم الشاب الثري من مقاطعة هونان استعان باللمبرغيني التي تمتلك محركا قويا مستغلا طاقتها العالية ليستمتع بأغلى سيخ لحم بعد أن كلفه عطل في السيارة قدر بتسعة وسبعين ألف دولار نتيجة انفجار خزان تبريد المحرك نتيجة الضغط على دواسة البنزين للمركبة وهي في حالة وقوف وعلى الرغم من غرابة القصة إلا أنها قوبلت بهجوم واسع بعد أن وضع التصرف في خانة التبذير والإهمال وإهدار ثروة يحلم كثير من الشباب بالحصول عليها